عشان نعرف تفاصيل أكتر معنا على التريفون دكتور محمد حاكم المشرف على فريق كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية صباح الخير على حضرتك وطبعا ألف مبروك لكن بعد التحية ونحن نتكلم على عشر تلاف فريق من مية وعشرة دولة أعتقد حجم تحدي وحجم منافسة كبير جدا لو حضرتك توضح لنا التفاصيل المسابقة والمنافسات الموجودة فيها يعني شرح لنا كده الصورة العامة يا فندم صباح الخير يا فندم تحياتي لحضرتك وللبرنامج وتحياتي للشعب المصري وجاني عيسادة المشاهدين بشكركم طبعا على المقدمة الجميلة تبعتها دلوقتي قبل المداخلة مع حضرتك تستحقوها طبعا تقريبا الموضوع خليني بس في البداية قبل ما ندخل في المنافسة وتفاصيل الجائزة نحن نهني شبابنا ونهني الطلبة بتوعنا كليك الهندسة وجامعة الإسكندرية لان المجرد وجودهم ووصولهم لمنافسة في نهائي فبريق ويكون متنسيل مشرف جدا ده مصري فدي حاجة بصراحة تدعو للفقر وتدعو آآ للأمل ومثال مشرف لكل الشباب لاني بتراحها ده اللي الدولة محتاجها آآ ده اللي كل الشعاب المصري محتاجوا اي اقتصاد عايز ينمو محتاج شباب زي دول آآ يكون عندهم ايمان بالفكرة آآ ايمان بالمشروع آآ ايمان انهم هم عايزين يعملوا نفسهم طبعا ده الاول شيء ثم انهم يقدروا يخدموا وطنهم فكانت منافسة بصراحة آآ شديدة جدا آآ مش سهلة العدد كبير جدا يعني من مئة وعشرة دولة في العالم آآ يعني كل دولة بتشارك بعدد كتير من الفرق او من الشباب اللي حابة انها تدخل في النجال لريادة الاعمال وتبدأ تنسل مشروعات آآ يمكن حصل اكتر من او تصفية للفرق المتقدمة وآآ يمكن كان بداية التتويج بالفوز لما آآ شبابنا في آآ جامعة سكندرية في شعر مايو الماضي حققوا المركز الاول في مسابق آآ قمة ماط للمشاريع الاستثمارية آآ خليني بس علشان اقدر اوجه الشكر صح للطلبة بتوعي لان بصراحة دول بيضعوا للفخر لنا كجامعة سكندرية طبعا ويستحقوا يعني فضل الطالب التيم ميدر طبعا جاسر جلالي يمكن هو اللي قدامنا على الاسكرين آآ ده كلية الهندسة جامعة سكندرية الطالب جاسر محمد برضو هندسة سكندرية لكن الميكانيكا باور والطالبة هنا حشيش قلية الاعمال لارتجاره صدقا سكندرية طبعا كل التحية اليوم يعني هو الفريق مكون من كام طالب يا دكتور الفريق اللي شارك وصل للفاينال لتلات طلاب اثنين هندسة وطالبة من قلية الاعمال حقيقة يعني يوح المتكلم على فريق مكون من عدد قليل من الطلاب انه يقدر ينافس هذا العدد من الفرق او الفرق كمان اللي بتتعامل في نفس المجال ويدرر حققه هذا المركز ده يعني نجاز كبير جدا انا بشكر حضرية جزيلا شكر دكتور محمد حكم المشرف على فريق كلية الهندسة بجامعة الاسكندرية وبشكر حضرية كمان تحديدا انك كنت مصر ان انت تشكر الطلبة على مجهودهم وان انت كمان يعني تثني على ادأهم بشكرك مرة تانية